موسيقى المركز الثاني هنا يأتي بهلول يحتل المركز الثاني تعود ملكية بهلول سلطان بن يعقوب السعيدي يحتل المركز الثاني المركز الثالث نقل إلى المركز الثالث وإلى المركز الثالث هنا تواجد مجد حمود بن علي بن حمد بن حمد المحاربي يحتل المركز الثالث المركز الرابع وصلنا إلى والناس يحتل المركز الرابع هنا مشاهدين الكرام والناس والناس لسعيد بن حمد بالعود العامري يا الله ونسنا يا والناس أما المركز الخامس المركز الخامس مشاهدين الكراف نشوف المركز الخامس الصامل علي بن محمد بن سعيد النابط المري يحتل المركز الخامس بينما المركز السادس من الجانب الآخر هناك يتسلل ومبارك بن محمد بن قطامي السويدي وصل وخذل أو الشابي ثاني بن محمد بن قطامي السويدي بينما إلا المركز السابع المركز السابع أشوف التقدم من الطليل حمود بن حمد بن محمد العفاري يحتل المركز السابع والمركز الثامن هنا براق فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري يتواجد الآن ويتغلغل إلى مقدمة الشوت في المركز الثامن المركز التاسع وصل قايدهم خليفة بن كحيد المهيري يحتل هذا الموقع والمركز العاشر من الجانب الآخر سعيد بن دري الفلاحي أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي عموما على كل حال هذه النخبة من القعادين صارت تقريبا في مستوى واحد وكأنها على كف التنافس في هذه اللحظة في موجه وحده ما شاء الله تبارك الله نشوف العشرة نشوف العشرة العشرة تسير مشاهدين الكرام لتعلن عن تواجدها في هذا اللقاء وهذا التحدي البداية عودة إلى فهد بن حمد بن طالب بن عقيل المري حيث قدم لنا براك هذه المشاركة حيث قدم لنا براك هذا الانطلاق مشاهدين الكرام والبرنس نازال على مقدمة الشوط بينما المركز الثاني المركز الثاني ياتي مشاهدين العزاء سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي يتقدم نحو المركز الثاني وقاد ياتي في هذا الموقع بين المركز الثالث ها هو مشاهدين العزاء الشبابي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات وتعود الملكية لفلاحة بن فهد بن طحنون الهاجري يحتل المركز الثالث في هذه الانطلاق مسبار اذا يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات تعود ملكية احمد بن سعيد بن دري الفلاحي وصل خذ المركز الثالث والمركز الرابع تشوف المركز الرابع المركز الرابع شعار بالعود هناك تواجد في هذه اللحظات والناس لسعيد بن حمد بالعود العامري والمركز الخامس المركز الخامس وصلنا الى تواجد قايدهم خليفة بن محمد بن قحيد المهيري تواجد في المركز الخامس والمركز السادس المركز السادس عندك المحاربي هنا مجد حمود بن علي بن حمد المحاربي وصل الان خذ المركز السادس والمركز السابع هناك تقدم الطليل حمود بن حمد بن محمد العفاري والمركز السابع المركز السابع او المركز الثامن ها هو مشاهدي العزاء الصامر علي بن محمد بن سعيد النابت المري المركز التاسع هناك اسم جديد ويأتي خليفة برشيد السويدي ليحتل المركز التاسع بينما المركز العاشر عندك يعقوب السعيدي يحتل المركز العاشر هكذا كانت النتيجة هكذا كان اللقاء هكذا كان التحدي والصفاء في ملاقات هذا الشوت ولكن عودة إلى براك عودة إلى المسيطر عودة إلى المسيطر والمتقدم حتى هذه اللحظات براك 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 فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري لا زال متقدما ولا زال وصفا ملتقى هذا الشوت في الانطلاق والتواصل الجميل والتواصل الاصيل بينما مسبار يحتل المركز الثاني ويأتي أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يقدم لنا مسبار في المركز الثاني المركز الثالث وصل وقاد يعود من جديد الشاعر سعيد بن حمد بن مصلحة الحبابي والمركز الرابع هناك تواجد مشاهدين العزاء سعيد بن حمد بالعود العامري والناس والناس قادم هنا في هذه الانطلاق يأتي خليفة بن محمد بن قحيد المهيري خامسا في الانطلاق ولكن أعود إلى الخماسية أعود إلى الماسية أعود إلى التنافسية في هذه اللحظات وأعود إلى مسبار هو المسيطر حتى اللحظة أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي ولكن بالعود يبغي يضيف يبغي يضيف إنجاز فوق إنجاز يبغي يضيف تحدي في تحدي هنا يصل والناس والناس وعياتي سعيد بن حمد بالعود العامري سلام ثاني لهالي زاخر سلام ثاني لهالي زاخر ولكن حذاري من مسبار حذاري من مسبار وحذاري من قايدهم أشوف مسبار واصل أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي على المركز الثاني المركز الثالث وقاد أو قايدهم محمد خليفة بن محمد بن حيد المهيري لكنك لكنك يا بالعود لازلت لازلت مركز في صدارة الشوط في المقدمة والمركز الأول بدون أي تعليمات وبدلان في إصدار الأوامر بدأ في الانطلاق ما شاء الله سلام لهالي زاخر النقطة الثانية في صباح هذا اليوم يحملها شعار بالعود العامري شعار بالعود العامري وصل هنا من خلال هذه الانطلاقة ما شاء الله تبارك الله والناس يدى المشاهدين العزاء والناس الجمهور والناس المحبين سعيد بن حمد والعود العامري المركز الثالث سعيد بن حمد بن مصلح المركز الثالث أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي والمركز الرابع قايدهم خليفة بن محمد بن قحيد المهيري والمركز الخامس جار الله بن محمد بن عقيل المري من حصل على المركز الخامس هكذا كانت النتيجة لمجريات هذا الشوت لناموسي هذا الشوت في هذه الانطلاقة وهذا التحدي في هذه المشاركة نعود لتابع مع حضراتكم مشاهدين الأعزاء انطلاقة هذا الشوت سبع دقائق 32 ثانية إذن يتحطم التوقيت مرة أخرى في انطلاقة هذا الشوت في تواصل هذا الشوت ويأتي سعيد بن حمد بن بن عود العامري ليحقق الانتصار معه والناس في هذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل المشاهدين الكرام تهنين والناموس وسلام زاخر سلام مرة أخرى المركز الثاني لحظات الوصول إلى خطة النهاية من خلال تواجد هذه الأسماء تواجد هذه المشاركات في ثاني المراكز ونشوف المركز الثاني لحظات الوصول الأخيرة ويأتي وقادل سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي سبع دقائق 32 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية تهنين وانناموس بينما المركز الثالث كان مسبار ويأتي أحمد بن سعيد بن دري الفلح يوصل بسبع دقائق 36 ثانية خمسة أجزاء من الثانية تهنين وانناموس هكذا مشاهدين متابعين الكرام مع الشاق الأصالة يتجدد اللقاء بحضراتكم والترحيب لنحييكم بتحية الإسلام الخالدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تواصل أشواط اللقاية في صباح هذا اليوم مستمر اه اكتملت الجول الأولى اه في هذا اصد اشتركوا في القناة